الاسفنجيات سبونجيس انظر يا سالم إلى هذه النباتات تبدو جميلة وألوانها رائعة إنها ليست نباتات إنها حيوانات حيوانات؟ كيف؟ وهي لا تتحرق من مكانها لقد اعتقد العلماء لفترة طويلة أنها نباتات لكونها تعيش ملتصيقة بالصخور كما تشاهدين حتى قاموا بفحصها وصنفت باعتبارها حيوانات إلا أنها أبسط الحيوانات تركيبا وما اسم هذه الحيوانات؟ إنها الاسفنجيات وأين تعيش الاسفنجيات؟ تعيش الاسفنجيات في ماء البحار ويعيش القليل منها في الماء العذب أرى أنها تتنوع في أشكالها فليس لها شكل محدد نعم تتنوع في الشكل وأيضا في اللون فكما ترين أشكال الاسفنج غير منتظمة لذا فهي حيوانات عديمة التماثل وما هذه الثقوب والفتحات التي تتخلل أجسامها؟ إنها فتحات للحصول على الغذاء ولهذا تسمى هذه الشعبة أيضا بالمساميات وكيف تتغذى الاسفنجيات عبر هذه الثقوب؟ تسمى هذه الثقوب بالثقوب الشهيقية والتي يدخل عن طريقها الماء المحمل بالأكسجين والغذاء ويتدفق عبر مسامي جسمها إلى التجويف المركزي حيث توجد خلايا متخصصة لهضم الطعام ثم تنقله لجميع أجزاء الجسم وهل يتم التخلص من الفضلات عن طريق نفس الفتحات؟ لا، بل يتم التخلص من الفضلات عن طريق فتحات زفيرية في الجزء العلوي وهل لهذه الثقوب علاقة بإنتاج اسفنجيات جديدة؟ لا، بل يتم إنتاج اسفنجيات جديدة من خلال عملية التكاثر فالاسفنجيات تتكاثر جنسيا ولا جنسيا وكيف يحدث التكاثر الجنسي؟ يحدث التكاثر الجنسي عندما تنتقل الحيوانات المنوية إلى البويضات فتتكون بويضة مخصبة وهي التي تكون الجنين المهدب وهل ينمو الجنين مكونا اسفنجا جديدا داخل الاسفنجي الأم؟ لا، بل يخرج من جسم الاسفنجي الأم ويسبح مدة قصيرة ثم يثبت نفسه ويتابع تطوره حتى يكون حيوانا اسفنجيا جديدا وكيف يحدث التكاثر اللاجنسي؟ عندما يبدأ البرعم في النمو على جانب الاسفنج وبعد أن يتكون اسفنج صغير ينفصل عن الاسفنج الأصلي وينتقل في الماء ليثبت نفسه في مكان آخر ثم ينمو إلى اسفنج جديد؟ نعم، ويكون مطابقا للاسفنج الأصلي سبحان الله، شكرا لك يا سالم على هذه النزهة العلمية وما قدمته لي من معلومات العفو يا فاطمة والآن وقبل أن نذهب علينا أن نلخص ما تعلمناه اليوم تتميز الاسفنجيات بأنها حيوانات تلتصق بالصخور أبسط الحيوانات تركيبا حيوانات غير متماثلة تسمى بالمثقبات أو بالمساميات لكثرة الفتحات والثقوب على إسامها والتي تحصل منها على الغذاء تعيش الاسفنجيات في ماء البحار ويعيش القليل منها في الماء العذب تتكاثر الاسفنجيات جنسيا ولا جنسيا تتكاثر الاسفنجيات في ماء البحار